السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالطيف سعيد من مدورة كريزنت في شرح تاني معنا بإذن الله في شرح جديد والنهاردة يكون موضوعنا مميز شوية لطريق التحميل ملف 1 جيجا في 5 أو 10 دقيق بكتير قوي على الكمبيوتر بتاعك حتى لو انت عندك سرعة النت 256 ميجا عفوا معلش 256 كيلو بايل أو 512 كيلو بايل أو 1 ميجا أو 2 ميجا هتقدر تحمل ملف حجم 1 جيجا في 5 دقيق أو 10 دقيق فقط لا غير طبعا في الخطوات انا اقول هالك دي باستخدام موقع روبيت طبعا كلنا عارفينه اللي هو الموقع الشير ده احنا شرحناه قبل كده لطريقة الاستفادة منه من ال VBN ومشاهدة الفيديوهات بدون تقطيع وجودة HD على الانترنت بدون بدون اضافات اتمنى حضراتكم ليتونسوش قبل اي شيء اشتركوا على قناة كريزينيت على اليوتيوب قناة جديدة لان القناة القديمة بتاعتنا تقفلت فعايزين نجمع اكبر عدد كان من العدد القديم احنا كنا 8000 شخص احنا كنا 8000 شخص اعزين ندوس الاشترك أو subscribe عشان نرجع للعدد القديم مرة ثانية اول حاجة هنا المطلوب منك لندخول على موقع روبيتس او روبيتس طبعا احنا قلنا شرح نزاية تسجل دخولك قبل كده هتروح دايس على كلمة شاتناو بعد كلمة شاتناو هنستنى لحد لما يدخل هيكون عندنا بالشكل ده بعد كده نيجى على الخير النص ده تمام بعد كده هنختار الرابط الملف اللي احنا عايزين نحمله كمثال انا الملف ده عايز احمله تمام ملف حجم واحد جيجا اهو حجم واحد جيجا طيب ناخد ده كده هو تمام الرابط رابط التحميل ونروح على موقع رابط ونحط الرابط التحميل هنا هو وهندوس go هننتظر طبعا فتح معانا بسرعة رهيبة و سريعة جدا طيب المطلوب دلوقت ان احنا نعمله ايه اه طبعا عشان بس الشاشة هتعتبر يعني جودتها ضعيفة شوية عشان تعالج جودة تخليها مثلا HD هتيجي هنا على كلمة LD هتروح تقديس على كلمة Higgins تمام على اساس يرفع جودة الشاشة طيب انا عايز اعمل Fill Screen او كبر الشاشة اروح جاي على كلمة More وروح تقديس Enter Fill Screen هكبر معايا الشاشة بالشكل ده طيب الخطوة التانية دلوقت ان انا محتاج اعمله ان انا احمل الملف هروح جاي على كلمة Download ودائس وهيكون ده موقع ده بقدم رابط مباشر تمام يعني مش هستنى انا مثلا يعني حوالي على حسب فيه مواقع اللي انت بتحمل منها على حسب المواقع اللي انت بتحمل منها الموقع او موقع رابط بقدم لك صرحة خريقة حوالي 500 ميجا في الثانية فانت الموقع اللي بتحمل منه هل بيديك رابط مباشر للتحميل ولا لا لان في بعض المواقع اللي انت بتحمل منها بيديك رابط حوالي 200 كيلو بايت في الثانية او حاجة من شي من هذا القبيل يعني تمام فانا ده الموقع اللي بحمل منه موقع رابط مباشر فهدوس save file وبعد save file اهو عندي الحجم 1 جيجا بيقول لي 3 minutes وطبعا في النازل اهو اولا ما يخلص يعني 2 minutes 1 جيجا اهو الاول ما اخدش معي 40 ثانية فهنستنى لحدا ما يخلص ونرجع لكم مرة تانية بعد الانتهاء من تحميل الملف طبعا هيكون عندنا بالشكل ده هنيجى عندي كلمة او علامة download تمام هلا عندنا الملف تحميل اهو 1 جيجا طيب احنا هندوس عليه عادي جدا لان ده متصفح فورفوكس بعد كده هندوس على الكلمة دي هنيجى على كلمة روبت اللي هي الهوم او الروبت بعد كده هنيجى على كلمة download هنتأكد ان عندنا الملف فعلا نتحمله عندنا بالشكل ده طيب بعد كده نرجع هنفصل ده كده اهو بعد كده نرجع ونتوجه لموقع دروب بوكس وبعد كده نسجل دخولنا ثم نيجى بعد ما نفتح طبعا هيجى عندنا بالشكل ده هشوف انا الملف اللي انا عايز ارفعه او الملف اللي انا حملته قبل كده على موقع روبت انا يعني انا عايز ارفعه فين فهجي كمسان انا عايز ارفعه على mysoft software اروح جاي هنا اهو اروح ضيف الملف جاي على كلمة upload واروح جاي هنا اهو ثم مختار الملف اللي انا حملته تمام وهروح ده هستنى لحد اما يرفع طبعا هيرفع واحد جيجا احتمال ياخد منك حوالي عشر او خمس دقايق اعبال اما يرفع طيب انا ليه بعمل الحركة دي لو بعمل الحركة دي عشان اولا ما استهلكش الانترنت بتاعي ثانيا انت ساعة ما تيجي تحمل واحد جيجا مثلا بالسرعة المصري او بالسرعة الانترنت المصري مثلا او بالسرعة الانترنت العربي يعني بياخد معاك حوالي ساعة ونص او ساعتين يعني الواحد جيجا بتاخد معاك ساعتين او يعنى اكتر من كده كمال لان انت بتحمل يعني أنا ساعة ما كنت في مصر كنت تحمل للمتين میجا في نص ساعة ما كنت الخل pursuing المتين ميجا ممكن ياخد يعني الواحد جيجا, ممكن تاخد معاك ساعتين اقصد ثلاث او ثلاث او أقصد ذح، فعشان كده انا بقول لك اتريد ممكن تحمل واحد جيجا في اغل او عشر دقايب الكتير اوي فهنستنى لحد اما يرفع تمام ونرجع لكم مرة تانية بعد الانتهاء من رفع البرنامج اا طبعا يكون عندنا بالشكل ده اا اا معي حوالي عشر دقايب تمام اللي هيدي نوص عليها طبعا هنا بيقول لي تمام اللي الرفع اتعمل دلوقتي احنا طبعا بعد ما سطبنا برنامج دروبوكس على الكمبيوتر اا لو احنا طلعنا دلوقتي من خدمة روبيت وروحنا مثلا لخدمة دروبوكس اللي هي على الكمبيوتر عندنا على البيسي هنلاقي عندنا اللي احنا مثلا برنامج سوفت وير ده ابتدى يعمل مزمنة تمام ابتدى يعمل مزمنة يعني هو عشان انا رفعته على فايل سوفت وير لو تفتكروا او ماي سوفت وير فهنستنى لحد اما يخلصه عموما مش هياخد معاك كتير يعني هو بالظبط ممكن ياخد معاك خمس دقايب لا اقصر ولا اقل او ممكن ياخد معاك يعني حوالي سبع دقايب كتير قوي وهتلاقي معاك ان البرنامج يتعمل هنوقف الفيديو اللي اجعلوكم مرة تانية لحد اما يخلص الصراحة ماكملش معايا الديئة بامانة يعني انا لسه دلوقتي قافل لو حضراتكم تاخدوا بقكم الساعة المرة اللي فاتت ممكن ترجع الفيديو تاخد بلاكم الساعة هتلاقي حوالي خمسة و يعني اللي هي الساعة واحدة وخمسة وخمسين دلوقتي خمسة وسبع يعني اديتين بالظبط او ديئة فماكملش معايا يعني ثواني فطبعا عمل مزامنا للبرنامج وعندي اهو واحد جيجا اتحمل على الجهاز في ثواني معدودة هنلاقيه طبعا عندانا بالشكل ده طبعا انا هاخدوا بقى على الجهاز زي راحوا واخدوا كده كوبي تمام جاي كلمة كوبي بس عشان عندي بلغة البطغال هنيجي كلمة كوبي وهنيجي على ديسك توب مثلا كم مثلا ونعمل باست هتدوس التحميل العادل مش التحميل اللي هو الكوبي باست من استخدام برنامج دروبوكس تمامي يعني كأنك بتاخد فايل من فلاشة لهارد ديسك او بتاخد مثلا فايل من هارد ديسك لفلاشة الدعم هو ما افضل طريقة ان انت تتحمل بها برامج بحجم كبير جدا بدون ان انت تستهلك الباقة بتاعتك وكمان بدون اللي انت مسلا يعني تتاعتدا ان انت عندك وكمان تبقى سريع جدا يعني زى ماانت شوفت حاضراتكم فحوالي 10 دقائق الشرحى خلص مش اقتر ولا اقل ده كان موضوعنا النهارده يرابي يكون موضوع عجبكم انتظرنا بإنزلناه في موضوع جديد مع بلطيف سعيد من المدى وانت كريزين انت يا ريت لعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وده لايك يعني مهم جدا لينا بجري ما تنساش تشترك في القناة واتمنى حضراتكم ليتوا من تشترك في القناة وده بلده برضو أهم لينا جدا وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته